إحصائية توثق نسبة الطلاق في العراق والتي وصلت إلى سبعة آلاف حالة في شهر واحد والعاصمة بغداد تتصدر القائمة قانونيون يقولون أن قضايا الطلاق تزايدت بشكل غير مسبوق في معظم المحاكم العراقية منها ما تأتي بطلب الزوجة ومنها بقرار الزوج بشكل مباشر لا سيما المتزوجون الجدد من غير المؤهلين للزواج نفسيا وماديا وعمريا كثير من العوائل تميل لتزويج بناتهم حتى تتخلص من العبئ المالي خصوصا أمام ارتفاع نسبة البطالة الغلاء المعيشي أيضا استشراء الفساد المالي والإداري اللي جعل ماكو توازن مجتمعي أو طبقي اجتماعي حقيقي هناك طبقية واضحة يعني فئات اجتماعية تعيش فيها رفاه ماد واضح وهناك طبقات اجتماعية فقيرة جدا وبالتالي هذا تأثر بشكل كبير على كثير من الأسر العراقية في قضية أخرى أيضا التفقق الأسري الحاصل بسبب السوشال ميديا بسبب العلاقات الجانبية بسبب المخدرات وانتشارها بشكل كبير بسبب غياب الإطار المؤسساتي المنظم للحياة المجتمعية باحثون اجتماعيون يشيرون إلى أن الأرقام التي كشف عنها مجلس القضاء هي أرقام مرعبة ولا يجب أن تكون مجرد أرقام في إحصاءات رسمية بل سببا للاعتبار منها وإيجاد حلول وطرق معالجة لتحجيم المشكلة التي تتسبب في تفكك العائلات وفي نشوء جيل فاقد لرعاية الوالدين ومتابعتهما خصوصا مع فقدان لغة التفاهم في حل المشاكل واختيار الانفصال دون رجعة أنا جدي أشوف أنه في العراق ده صار المرأة ده تتراجع المرأة مدى تتطور مدى لمستواها أكثر بالأكس ده تحارب والمرأة التفاقم اللي ده يحدث بزواج القاصرات بالعنف ضد المرأة ده يزداد فكيف تريدين تحلين مشكلة الطلق إذا هاي المشاكل الأخرى التي تتعرض إليها المرأة مدى تنحل شون نقدر نحل مشكلة الطلق مشكلة الطلق لن تحلها منحة من جذورها أن هاي المرأة توقعيها تطورها فهي حتعي أنه الزواج إذا كان بمصلحتها أو لا فلذلك أنا أشوف أنه لازم المرأة تضعب نضع أمام المرأة كثير من الحلول الخاصة بتطويرها وتمكينها اقتصادي حتى تعرف شون تصرف وما تتحمل ضغوط بعض العوائل اللي تخليها تنجبر على الزواج أو حتى على الطلاق يعني من تقول لها هذا الشي نتفاهم عليها لا يخصم الوضع بعصابية وأوكي وطلق ويروح يشوف لها مرأة أخرى ما يصير والجهال بيناتكم والأطفال هاي والحياة اللي عشتوها ولا هي حياتهم اثنيناتهم ما يصير هذا كل غلط وكثرة حالات الطلاقات عندنا وبخواية صارت وأسهل من عندها ماك يطلب للمحكمة ويطلع يطلق وها هي واحد ولو ياخذ لها فرصة استراحة حتى ذا كانت مدة طويلة بس ماكوا طلاق على المود ليش شتتون العائلة كلها حساف وحرامات يعني الأطفال دا تروح بيها ولا هي حتى البنية تروح بيها ليش تطلق من عندها وتتزوج من رجل آخر ندى المرسوم من بغداد قناة تجلة